حذر البنك الدولي من أن الاقتصاد العالمي سيقترب بشكل خطير من الركود خلال العام الجاري مدفوعا بضعف النمو في جميع الاقتصادات الكبرى في العالم والولايات المتحدة وأوروبا والصين قال البنك في تقرير سنوي له قال إنه خفض من توقعاته لنمو الاقتصادي العالمي هذا العام بنحو النصف إلى 1.7% فقط مقارنة مع توقعاته السابقة البالغة 3% بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا وإذا ثبتت دقة هذه التوقعات فسيكون هذا النمو الاقتصادي السنوي هو الأضعف الثالث في ثلاثة عقود وذلك بعد الركود الشديد الذي نتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008 والركود الناجم عن جائحة بايروس كورونا لعام 2020 اقترحت الحكومة الفرنسية رفع سن تقاعد القانونية إلى 64 عام بحلول عام 2030 بدلا من 62 حاليا وصرح الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية لوران باجي عن أمله في حشد قوي لكي تتراجع الحكومة حركة التفاف خطيرة لجأت إليها الحكومة الفرنسية يقول خبراء إنها نذير بانتهاء عصر الوفرة وتؤكد أن الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة قد تجبر الحكومات على اتخاذ تدابير قاسية فقد قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن مشروع قانون ينص على زيادة تدريجية في سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما بحلول عام 2030 واستشهدت بورن بجيرانها الأوروبيين معلنة أن قانونها خيار وحيد اتخذته جميع دول الجوار ولا سيما أن هناك تلويحا بتمرير القانون طبقا لمادة دستورية تخول الحكومة إقرار قانون بغير تصويت عليه إذا شابت دولة جمود برلماني أو حصل انقسام كما هو الحال محللون سياسيون فسروا القانون بأنه طريق مختصر وملتو هدفه الوصول إلى مئات المليارات من اليورو من صناديق معاشات مختلفة تحت مزاعم كلمة الإصلاح لتعويض الدعم الذي تقدمه فرنسا لأوكرانيا وتدعيات أزمة الطاقة مما يعطي الدولة سنوات تتمتع فيها بأكبر قدر من السيولة لحين حل الأزمة الأوكرانية وعلى الفور ضرب النفير شبح السطرات الصفراء الذي يؤرق الحكومة الفرنسية ودعت النقابات الثماني الرئيسية إلى التعبئة يوم التاسع عشر من يناير بداية لتصعيد وتظاهرات احتجاجا على أهم الإصلاحات التي سمها البعض وحشية ودعا لها مكرون في فترة ولاياته الثانية التي لا يتمتع فيها بأغلبية حاسمة في البرلمان إلا أن الحكومة ما زالت تبحث إجراءات قد تؤدي للتهديئة إلا أن التساؤل الإنساني الذي طرحته العامة في فرنسا يظل هو الأخطر وربما هو من يقود كل هذا حين تساءلوا هل من المفترض أن ينخلط الإنسان في وظيفة مهلكة حتى نهاية العالم فمتى إذن يتسنى له العيش دون ضغوط؟